بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد قل عضح المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طاعتكم فنبدأ الحلقة بعنوان أعطونا لكم اشتراك وانتظرونا بعد الفاصل إذن خلينا نبدأ بالبابارا لأنه في بعض المشاكل بالبابارا يا جماعة الخير خلينا نشوف يا جماعة الخير بعد التحديث الجديد في عالم كتير ضاعت واللي عم ينضم لتطبيق بابارا عم يروح يشاهد الشروعات يبيقول البرنامج اللي عندك يعني اللي كنت أنا بدايك الوقت لما كنت عم يشرح كانت تصميم التطبيق غير وهلا عم ينزله وبدي يمشي على الخطوات وضايع الزلمة فخلينا أول شي نشوف شو عم يحكو هون الجماعة هون بعض الأمور عن العيد وارسل لأصدقائك وادو أصدقائك وطير بالمطار واشتري معادن ثمينة وما بعرف شو بتساوي هون هشالت هاي بيرسلك بشان تروح تشتري معادن ثمينة ليس طيب يا جماعة الخير البابارا لحتى تفتح حساب ويظهر يبانك أنت مطالب في عدة خطوات لا يكفي أنت أنك نزلت التطبيق حطيت رقمك وسجلت دخول هذا ما بيكفيك حتى ولو راح تعشوك جبت الكرت وضفته ليبان ما راح يظهر في بعض التأكيدات لازم تأكده ألا أنا سبق وشرحت أن أنواع الحسابات في عنا وفي عنا سوز لشمة سوز لشمة اللي هي العقد اليوم أنت مطالب أنك سوي حسابك سوز لشمة وإلا لن يظهر ليبان أيضا السؤال اللي بتكرر دائما أنا سلموني الكرت وقعت إمتى يفتح ليبان يفتح على ماله خلاص أنت رطانا ما حققت الشروط قمض أين فتح عين بس وصل عقدك للشركة قدوا لك هي خلاص فتح تمام تمام طيب في حال شخص ما بده يطلب الكرت من البرنامج في عندك حل واحد تمام أنت زينا ما بتحب تطلب الكرت على البيت من البرنامج بشان ما يقلوا عنوانك تمام رحت عشوك جبت الكرت نزلت داخل التطبيق رجعوا لك الخمس ليرات تمام لكن يبانك ما رح يفتح ليش ما رح يفتح لأنه أنت مطالب تأكيد عنوان طيب أنا كيف بإمكاني أكد حسابي بهالطريقة خلاص أنا عندي هذا الكرت ما عاد بدي أطلب كرت من داخل البرنامج رح يصير مأجور لأنه هو رح يعتبر الكرت الثاني كرت الثاني مأجور طبعا شو الحل بهالطريقة الحل هو وجود حساب بنكي وأنك ترسل من حسابك البنكي لحسابك البابارا لحتى يتم تأكيده تمام فإذلك لا من البداية أنت يعني فرض عليك أنك تطلب الكرت من داخل البرنامج نعرف أنه يتأخر في بعض الولايات نعرف أنه في علة وفي قصص وما بعرف إيش ولكن أول كرت بتطلبه وخليه من داخل البرنامج تمام؟ طلبته بشكل مجاني مستعجل على رصعك؟ خلاص رو على الشوك بخمس ديلة ضيف الكرت كمل أمورك عبيه لحد الليمت لالفين وسبعمائة وخمسين وكمل حياتك بشكل طبيعي لبين ما يوصلك بعدين كرتك كذا وبعدين يتأكد الحساب هلأ مؤخرا عم يطلبون نائب شيء يلي هو تأكيد العنوان حتى أنا طلبوني بتأكيد العنوان نقوم أنه أنا مؤكد العنوان سابقا ولكن بالتحيث الجديد في عندنا عمليات في بعض الأشخاص ها هي أربع خطوات ركز معي هلأ هون شيء أساسي هلأ في شيء مهم وفي شيء ما نو مهم هلأ مثلا طلب الكرت نعم طلب الكرت مهم بشان يوصل معه السوزداشمة ويصير حسابك السوزداشمة يصير حساب متعامل تمام؟ تمام؟ وفي أما هاي يشوف هاي مثلا لما تعبي حسابك البابارة من حسابك البنكي هون بمثابة الإثبات أنه أنت زي أنا مفاتح حساب بنك وكيد البنك اللي فتح لك حساب أخذ عنوان أخذ كل تفاصيله وراح يقوم بمشاركتها مع شركة البابارة وهون تكون تخلصت من عدة أمور تمام؟ تمام هلأ هون في عنا خمس خطوات لازم نأكدها هلأ هون أنا في عندي نقطة إضافة العنوان مثل ما عم يشوف هون عم يخبرني أنه لازم ضيف العنوان رغم أنه أنا سابقا نضيفه للعنوان ولكن هو عم يقل لي أوف حتى في خيار أنا أسكن خارج البلاد غريب والله في شي أنا أسكن خارج تركية والله شي حلو على كل حال هون بتختار الولاية هون نفترض إسطنبول أول شي حطينها بتحط المنطقة بتحط المحلز وقاق البناء وبعدين تحط رقم الدائرة بعدين أنا أوافق على أنه هذا عنواني صحيح بعدين نقرع دوان وأنت تكون أكدت الأمور لا أنا مان بطالب بني بأكد أنا كل أموري تمام من زمان تمام ولكن أنت لازم تلتزم لازم تلتزم بالشغلات اللي حاطت لك إياها حساب البابارا فرض هو حتى كهتبين لك هون دهاء بير بابارا يعني لحتى تستخدم بابارا بكل ميزاته لازم تنفذ هاي الأمور ممكن واحد بيلي أنا إيه طب عم حاول حط صورة مثلا هون نسر طائر مبعرف مين ما بيصير مع الأسف يعني يعني لو جينا على هذا الخيار حط صورة بروفيل عما تحط صورة شجرة واردة عصفور ما بعرف إيش ما بيصير بدو صورة بني آدم حتى ولو كان أبو عبيدة المهم صورة بني آدم مو بضرور أن تكون صورتك هاني تمام ما بعرف الفيديو حسيته صار طويل بس مشان أكد على هاي المعلومة صديق العزيز اه وانتظرونا بالفيديو هات القادمة في حل وجديد أسئلة نطركن بقسم التعليقات تحياتي لكم وكل عام وأنتم بألف خير ما عندك بطارة انضم إلينا بس هون الدعوة لن تكون عن طريق الاسم يعني في نظام البايسن ما في نوكو الدعوة بحط لك نياب الوصف لا اللي بدو يندعه لازم يندعه عن طريق رقم هاتفه فاللي حابب يندعه يكسب وأنا يكسب بإمكان يتواصل معي تمام ما عمله الدعوة على رقمه هو يستفيد وأنا يستفيد والكل رح يكون مسرور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته